السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية شفنا في اللقاءات الفاتت اه انواع الاضاءة الموجودة عنا في اليونيتي ومرنا عليها وقلنا انه في عنا ديريكشنال لايت اللي هي اضاءة متجهوية في الغالب بتحاكي اضاءة الشمس بوينت لايت اللي هي اضاءة نقطة وبتشبه يعني ضو شمعة ضو ليد او ما شابه زي هيك سبوت لايت اللي هو ضو الكشف زي اللي انا معلم عليها وفي عنا الاريا لايت مارين عليه الان اه النقطة اللي بدي اكد عليها كمان مرة انه في عندي حال حالتين للاضاءة اللي عندي اما انها تكون الاضاءة تبعتي اه اه ريال تايم انه هي اضاءة حقيقية مباشرة الجهاز او اللعبة اثناء اللعب برندرها وبحسب بعمل حسابات وبظهرها او بيكت يعني انه الجهاز قبل ما تشاغل اللعبة ببقى او انت في طور التصميم اللي احنا هان في اليونيتي هو بعمل حسبته وبخزن البيانات تابعته في ملفات زي انا وجده عنده هان بخزن بيانات الاضاءة في ملفات وعلشان لما نشغل اللعبة ما يحتاج اش عمل اي عمليات حسابية الاضاءة عنده مخزنة جهازة وقلنا عشان نشغل الكلام هذا وهذا كلام احسن ده الموبايلات من ده اعمل اللعبة على موبايل المفروض انه انا وقع كل الحسبة هادي محطوطة وجاهزة عندي اه اه في زي ما هو عندي زي هان النقطة المهمة النقطة المهمة اللي بدنا نحكد ان ناكد عليها انه كل الاجسام اللي بتفاعلي علي اللي اللي عندي لازم يدعم او نبقى اختاره او مكس Đây يعني بيزبط حاجة مختلطة بين maiced مم premium يا بنختاره وكل الاجسام اللي عندي لازم تبقى STATIC اللي بتدفاعل مع اله milo لازم تبقى STATIC como ايش يعني Honoraryl الارضية و هذول لازم بجستتك ايش عن جستتك يعني انا مش فنيتي احرك المبنى هذا المبنى هذا في الغالب اثناء اللعبة هو مكانه ثابت اثناء اللعبة مكانه ثابت وبالتالي هو مش محتاج يعمل حسبة الزيادة لانه جسم بتحرك اه في موضوع تاني تماما مكملة اله لكن مختلف تماما اللي هو موضوع الاضاءة المباشرة والاضاءة الغير مباشرة لو انا في عندي غرفة خلينا اجيب هيك يعني حاجة زي يعني بتشبه الغرفة بس انا فتحها طبعا من الاطراف من هنا عشان اقدر اشوف ايش اللي جواها وفي عندي طاولة خلينا برضو نفس الكلام اسفل القيام اللي عندي خليها جوا بعضهم حاجة زي هيك هي الغرفة هاي الطاولة تبعت وهي الغرفة وفي عندي طبعا اي ماشات في عندي اضاءة تبعتي الاضاءة هادي اضاءة المتجهة اضاءة الشمس اضاءة تأتي من مصدر مضيق بعيد الايشي اللي بعنيني في او اهم ايشي فيه مش الدوران ولا الاستفل مش التحريك ولا التكبير الايش المهم عندي فيه هو الدوران هو المؤثر فيه فعشان انا اتحكم في الماشات طبعا انا عامل هنا نافذة صغيرة او شباك عشان تخش منه الاضاءة تبعتي. فراح اجي اعد الاضاءة تبعتي بحيث انها تدخل من الشباك زي منا هيك. طيق قريبا حاجة زي هيك. خليها تدخل بتالطريقة اوسعة يعني. الاضاءة تبعتي هادي بتهيئة اللي محتاجة ان انا عالي شدة الاضاءة. تنين عليها بزيادة شوية. هاي الاضاءة تبعتي. اوكي. هاي منظر الطاولة تبعتي. لو اطلعنا على المشهد اللي عنا راح نلاحظ انه المشهد معتم. الاضاءة بس خشة من الشباك. خابطة في الطاولة هان فبتلاقي انه الطاولة هان شوية ضاوية. بعدين خلص. هاي الظل تبحها وخلص. المنطقة كلها معتمة مش متأثرة. وهدف الواقع في الحقيقة على الارض الواقع في الدنيا. ايش بصير? انه بصيري زي هيك. ها الاضاءة لما تدخل من الشباك بتضويل الغرفة بتعمل لي حاجة اسمها فضة. اضاءة الطبيعة. اضاءة الجو. لكن البصير عندنا في الحالة اللي احنا فيها دي لأ. انه الضاول عندي وين? داخل او الاضاءة اللي عندي. داخلها من الشباك. ومش عامل اي تأثير على الغرفة. هذا ليش? هذا لانه مش مفعل. يعني الاضاءة اللي انا شايفة هادة هي اضاءة مباشرة. النظام اللي انا جاعد بشغل فيه اضاءة مباشرة. دخلت الاضاءة المباشرة اللي هي اضاءة الشمس من الشباك وقعت عالطاولة. بيانت عندي الطاولة. الاماكن ما خبطش ما بينش او ما ايجاش فيها الضاول مباشر ما ضواتش. او ما بيانتش. فهذه اضاءة مباشرة. دايريكت لايت. عشان اجيب الان دايريكت لايت. عشان يصير المشهد في عندي حاجة اسمها ان دايريكت لايت. يعني اضاءة الفضل ما يخش الضاو من الشباك بيعطي فضل الغرفة. بيبقاش زي هيك بالزبط. عشان نعمل الكلام هذا راح اروح اعلم على الغرفة تبعتي. وعلى الطاولة. وخليهم التنتين استاتيك. اه بدي لو لا تبعون يبقوا استاتيك كمان. اه اروح اشوف الضاو ايش نوع الضاو اللي عندي. الضاو اللي عندي ريال تايم. خلينا احاوله بيك. الضاو اللي عندي صار بيكت. واروح على هانا. اجي هانا اقيم الريال تايم جلوب الانيمنيشن. خليه بست بيكت. اه اتاكد ان انتنسيتي هان حضطها سفر. عشان اضاءة السماء هادا او قبة السماء ما تأثرش عن مشهد اللي عندي. اه اجي هانا في اللايت مابر. انا اختار اللايت. وبلاش تبقى الصورة تبع تحجمها كبير لانه راح ياخد وقت كتير عندي في الرندر. خليني انزل الجودة من وان كيلة متين ستة وخمسين تقريبا. وخليني افعل انتوا هادا ممكن تلاقينا نكون فعلا مباشرة لكن انا حبيت ازبط القيم في الاول بعدين اعمل الان بلاش تعمل لاحظنا انه الغرفة تبعت هنا صار فيها فضة. لو قمت طلع كيف الدنيا ضعت ما هيك لو فعلته راح يعمل وراح يبين لك الفضة. الفضة هادا من وين ايجا اللي انا فيه? نتيجة انه ضو دخل من الشباك خبط في الاماكن اللي دخل فيها في الطاولة هنا وبلاش يخبط الفوتنات تخبط في الغرفة وتعمل لي الفضة اللي انا اه شايفه هيك. الان في بالمرة بما اننا نشغال في حاجة اسمه ابياند اكلوجين. ابياند اكلوجين الاماكن في القرن هادي بتصير في الغرف في الطبيعة تبقى ميلة على سواد او اه غامجة شوية خلينا فعلها. لو لحظنا اماكن الفي القرن هادي صارت على سواد صارت غامجة. فهذا هيك فتصير في الطبيعي في الغرف. تبعا لو هات طالع على الغرفة وراح تلاقي انه اماكل القرن هاده للحزوز في الطبيعة بتreibقى اغمق من غيرها لو قمت هل نشوف كيف هي وحاولت فعلها فعل طبعا كتير بتعمل طي جمال للمشهد هذا والميزة انه هذا كله محطوط عنده وين في الصورة تبعتي هانو مخزنة عندي مش رح يعيدها كمان مرة مش رح يتقل على الجهاز عندي هذا اللي انه انا شغال ايش على انه اي 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 باكت على انه باكت لو رحت على اللاي تبعي على الاضاءة تبعتي وقلت له لا يا عم ما بديش الاضاءة تبعتي باكت هايش بدك اياها بدي اياها الريال طايم الان الريال طايم هدي رح تبقى ادقيلة على الجهاز ليش لانه الحسبة بيعملها اثناء اللعبة حسبة الاضاءة والفضى والفوتنات خبطت في الحيطة وكذا كله اثناء وانت بتشتغل في اللعبة خلينا نجرب هاي ريال طايم واجه انا اقول لو سبحت انا بديش الريال الميكس انا بدي الريال طايم لا تشوف الريال طايم بلاش اعملت شوية هاي تحسبات لانه تقيلة على الجهاز وفي الاخير اعطاني الفضاء اللي انا شايفه هذا اقيم معاود هاي اعطاني العتمة هذا الاشي اللي انا بسميه بشوفه فضا هذا هذا بسموه او اضاءة غير مباشرة او ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته